السؤال هنا هل الذي نراه في ليبيا الآن وأيضا في اليمن هل يعيد لنا الأذهان عما حدث في دارفور خلال الأعوام الماضية من جرائم على يد هذه المجموعات على كل أول بالنسبة للحالة في ليبيا حتى تكون الصورة على الأقل المشاهد واضحة هي ليست فقط الآن التهمة موجهة من حكومة الوفاق ولا من الإخوة في إدارة البحوث في الإفتاء الليبي ولكن هي ربما منذ 7 أو 8 أشهر تقريبا تم اتهام على الأقل من الأمم المتحدة لجملة من الفصائل جزء منها فصائل سودانية معارضة في دارفور وجزء منها مجموعات على الأقل محسوبة على القوات المسلحة كما هو الدعم السريع تحديدا تمت تقريبا توجيهتهم له من الخبراء في الأمم المتحدة وكذلك مجموعات تشاذية يعني يكاد يكون الآن ما لا يقل عن 9 مجموعات ما بين مجموعات تشاذية ومجموعات على الأقل دارفورية ومجموعات سودانية متواجدة وفق على الأقل تقارير الأمم المتحدة وتقاتل على الأقل في داخل الأراضي الليبية هذا على كل يعيده فعلا لنا يعيده إلى الأذهان مسألة لمص... يعني سؤال كبير جدا لمصبحت من تؤجج مثل هذه الحروب ونحن ندرك أن حساسية حساسية الموقف السوداني على الأقل الذي لا يحتمل حقيقة هذا النوع من التدخلات تدخل في ليبيا تدخل في اليمن تدخل في دول أخرى سيؤدي في نهاية المطاف أنك كأنما أنت والسودان إلى هذه اللحظة تشتعل فيه الحروب من كل جانب وهو بحاجة إلى لملمة الأطراف وبحاجة إلى على الأقل إيقاف كل شكل مشكال نزيف الدم المتواجدة الآن في المناطق الأخرى فإذا بك أنت تذهب إلى تأجيج مناطق خارجية وهذا بطبيعة الحال لكل فعل رد فعل هذه المجموعات أيضا يمكن في لحظة من اللحظات أن تفكر أيضا في أن لا يستقر الوضع في السودان ما دام أنك أنت أيضا لا تسعى إلى استقرارهم وإلى على الأقل الوقوف معهم أيضا هذه المسألة تقريبا ربما لاحظنا كيف أن الاجتماع السابق للجامعة العربية طرح فيه من المندوبة الليبي طرحت مسألة قتال على الأقل مجموعات سودانية هذا الأسف الشديد أسوأ شيء في السوار والحركات الثورية أن تتحول إلى بندقية للإيجار يعني أنت طبيعي جدا قد يتفهم كثير من الناس أنك تقاتل في دارفور عندك استحقاقات عندك مطالب للحكومة المركزة هذا كل مستوعة ويمكن للإنسان أن يتقبله ولكن أن تتحول إلى أدى من الأدوات على الأقل لأي دولة لها أطماع في المنطقة لها على كل مشاريع معينة تتحول إلى أدى حينها حقيقة تتحول القضايا المشروع نفسها محل تساؤل ومحل الإشكال كبير جدا هل أنت فعلا صاحب مشروع وصاحب قضية أم أنك والله من دقية للإيجار يمكن أن تتحول من ساحة إلى ساحة ولكن دكتور أيضا في البيان ذكر بأن حفتر والدول الدائمة له عندما يئسوا من دخول العاصمة وتكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعاتات لجأوا مؤخرا إلى جلب مرتزقة من دول شقيقة هذا اللفظ شقيقة وتربطها بليبيا علاقات أخوة وجوار كالسودان وتشاد ليقوموا بقتل الليبيين مقابل حفن من الدنانير السؤال هنا لماذا تصر قوات الدعم السريع الآن أو ما يعرف بالجنجويد سابقا على رعاية هؤلاء المرتزقة وتشويص صورة السودانيين الذي عرف عنهم الطيبة والكرم هذا معروف عن السودانيين ألا يشعر المواطن السوداني الآن بوصمة عار تجاه ما يرتكبه من هؤلاء المرتزقة من جرائم في ليبيا أو في اليمن يبدو مسألة إخفاء هذا النوع من التحرك والنكران المستمر يعود إلى أن أول الفعل غير مشروع وإلى الآن لم يأخذ أيضا شرائيته من المؤسسات داخل الدولة السودانية أيضا نحن الآن على الأقل نعيش حالة من ثورة موجودة في السودان وهذه الثورة بطبيعة الحال لن تكون بأي شكل وأشكال آداء من أدوات أيضا محور يتطلع إلى قمع الشعوب وتدميرها وإحياء حالة العسكرة في المنطقة واستعادة الجنرالات بشكل جديد فيبدو أيضا لو طرحت هذه المسألة في الشارع السوداني وتم على الأقل طرحة أعتقد أنها لن تجد القبول وبالتالي كأنما تتعامل معها المؤسسات الأمنية والعسكري بهذا النوع من الاستنكار وربما إذا تم حتى إظهار هذه الوثائق التي لاحظناها الآن وتم على الأقل قبض بعض الأطراف ستلبس منها طرف من الأطراف وأنه تحت المحاسبة وتصرف فردي ولا أعتقد أنه سيحظى بحماية على الأقل داخل الدولة السودانية